بخطوات اختلفت عن سابقاتها على الحكومة أن تحرص على إصلاح المنظومة المالية والإدارية من خلال محاربة الفساد وكبح جماحة قدر الإمكان لكن يبقى هذا الملاف بحاجة إلى دعم سياسي للنزاهة والقضاء إلى مراحل متقدمة وصلت الحكومة في محاربة الفساد وملاحقة المتهمين بقضايا سرقة واختلاس للمال العام حتى خارجيا توسع العراق بإجراءاته القضائية وبالتعاونه مع منظمات دولية بشأن كيفية استرداد السارقين الهاربين خارج البلد هناك تناسق وتنغم كبير بين أداء هيئة النزاهة واللجنة العليا لمكافحة الفساد الحكومية مع البرنامج الحكومي لحد هذه اللحظة هناك تقدم كبير وحرق للزمن بجانب الآخر خارجيا هناك عمل كبير مع منظمات الدولية أسلوب محاربة الفساد اختلف حكوميا هذه المرة عن أساليب التعامل في الحكومات السابقة فهيئة النزاهة في الفترة الحالية تعمل بإجراءات مكثفة على تحجيم الفساد في مفاصل الدولة وخارجها من طريق أوامر الاستقدام والمتابعة العينية التي تقوم بها خطوات حكومة السيد محمد الشاع السوداني خطوات جادة المكافحة الفساد وأداء الحكومي متميز جدا لهذه الفترة إذا نقيس قياسا بأداء الحكومات السابقة لا سنرى أداء حكومة السيد السوداني أداء مميز وبادي بخطوات حقيقية لمعالجة هذه العافة تدريجيا إصلاح المنظومة المالية والإدارية هو ما تريد تحقيقه الحكومة الحالية في خطتها الموضوعة لمحاربة وضرب الفساد بتفرعاته المتينة استمرار ومن غير توقف في جراءات مكافحة الفساد ومطاردة السارقين فالحكومة تعمل بهذا الجانب ضمن خطة دقيقة لهيئة النزاهة تتسق مع البرنامج الحكومي الذي ركز بأولوياته على محاربة الفساد أحمد ليث بغداد قناة الرابعة